اهلا وسهلا من المشاهدين نواصل هذا المدى المباشر برفقاتكم ولعافية المشاهد الكريم حرصنا في كل مرة أن نقدم تقارير حية تبين كثير جدا من المعالم وتشخص كثير من الأمراض وتقدم الحلول الممكنة نتابع الآن هذه المساحة ومن ثم نعود مشاهديننا لنكمل هذا الدفقة المباشر برفقتكم طيب في الفقرة حيتكلم عننا هنا الفئات المستهدفة والأكثر عرضة بالنسبة لعلاجة طبيعي عشان نعرف أكثر الفئات اللي بتجين في علاجة طبيعي نحن بناخدها من ناحية أقسام فمثلا في قسم العظام أغلب المرضى اللي بيجونهم عبارة عن حالة الانزلاغ الغضروفي حالات خشونة المفاصل وحالات مثلا ما بعد الكسور بالنسبة لنا أو بنقول عليه هو تيبس المفاصل أو قلة الحركة في المفصل كذلك بالنسبة لنا الكتف المتجمد مثلا لكل حالات بيجين في علاجة طبيعي علاجة بيكون كيف عن طريق مثلا أجهزة معينة بتقليل الألم أول حاجة وبعد ذلك بيحاول نعمل بعض المكملة الساخنة أول باردة حسب الحالة لتقليل الشد العضلي الموجود وبعد ذلك بيكون في تمارين علاجية معينة بالنسبة لقسم العظام إذا جينا مثلا لقسم آخر مثلا قسم النساء والتوليد أو قسم المخوى العصاب فقسم المخوى العصاب بيجينا حالات كثيرة مثلا حالة الشلل بأنواعها أو الجلطات أو بالنسبة لنا اعتراض أطراف العصابة الطرفية دي كل المريض بيجينا في المجمع بيعاني من قلة حركة أو قلة إحساس قلة الحركة وقلة القوة العضلية بتأدي إلى ضعف الحركة وقلة التوازن فالبروتوكول العلاج بالنسبة ليه أول حاجة تقوى العضلات دي سواء كانت في الأرجل أو في الأطراف العلية أو في الأطراف السفلة لحد ما يصل لمرحلة معينة من التقوية بعدها يبدأ مرحلة التوازن وأن يمشي في مجمع سفانة مثلا المريض بيجينا مثلا على الويلتشير أو على الكرسي المتحرك فالحمد لله بيصل لمرحلة أنه يطلع هو متحرك أو ماشي يعني أضعف الحلول أنه يمشي بمشايا أو بمساعدة دول من أهم فبيكون العلاج على هي التنشيط كهربائي للعضلات بعدها تماريل المشي بعدها تماريل التوازن وعندنا صالة معينة معدة بأن تتناسب مع حالة المريض فطاني عندنا قسم الأطفال وده قسم معد بيزاته يعني مهيئ بيستقبل حالات كثيرة جدا جدا من حالات الأطفال وأهم حاجة بالنسبة للأطفال سريعة للعلاج تدين النسجة أفضل ونتمنى من الأمهاتين أن نكون عندهم الوعي كامل بأنه لازم الطفل يحتاج علاج طبيعي فما يتأخروا عشان نصل للمراحل كويسة ونتائج مرضية الأطفال بيجون أغلبهم هم نس حالات الشلل الدماغي بكل أنواع اللي هي بتأثر على الضعف في عضلات الأرجل في عضلات الأيادي قلة النمو وقلة الحركة وكذلك مثلا تأخر الجلوس والمشي بالنسبة للأطفال بنبدأ معهم العلاج تدريجيا على أن يبدأ التقوية في جسم الطفل عموما بتمارين رياضية معينة ودائما الأطفال بنبدأ عن كل الأجهزة التهربائية العلاج هو عبالة بتمارين بحث وبالتالي دور الأم مهم جدا في أن تحفظ كل التمارين وتحاول تكررهم معهم في المنزل بعد ما يتحرك الطفل ويبدأ يستعيد قوته بيكون في تمارين للتوازن ونخليه يعيش حياة مريحة بوضعه المناسب معهم بعض الأطفال بيشفوا تماما نتيجة لحالات خفيفة معينة لكن بعض حالات الشلل أو الدماغي أو قلة الحركة بصورة واضحة بنصل معهم لصورة معينة من العلاج التي تكون مرضي للمريض والأم بحيث أنه نقلل من العبء الموجود عليها والطفل يعيش مرتاح بقدر الإنكار ترجمة نانسي قنقر